لسلسلة الخلاصة الفقهية ما زلنا في باب الصيام وأحكامه وما سنتناقش فيه الليلة ونستمع إلى إجابات حضرتكم صيام التطوع وما يستحب صيامه من الأيام غير صيام رمضان وخلينا نبدأ حلقتنا النهاردة مع هذا المقطع التعريفي صيام التطوع وما يستحب صومه من الأيام صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع فقد كان صلى الله عليه وسلم يتحرى صيامها وفي الحديث أنها تعرض فيها الأعمال صيام ستة أيام من شوال فمن أتبع رمضان بست من شوال فكأنما صام الدهر كله فهو لرمضان كالسنة الراتبة من الصلاة صيام يوم عرفه لغير الحاج فالصيامه يكفر السنة التي قبله والتي بعده أما الحاج فلا يسن له الصيام صيام يوم عاشورة فهو يكفر السنة التي قبله ويستحب صيام يوم قبله أو يوم بعده مخالفة لليهود صيام ثلاثة أيام من كل شهر ويستحب أن تكون الأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر عربي صوم يوم وإفطار يوم وهو من أفضل صيام التطوع وهو صيام نبي الله داود عليه السلام صيام شهر الله المحرم فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان كما أن صلاة الليل هي أفضل الصلاة بعد الفريضة صيام تسع ذي الحجة وتبدأ من أول يوم من شهر ذي الحجة وتنتهي باليوم التاسع وهو يوم عرفة أيام شهر شعبان فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصوم في شعبان كأنه لا يفطر فيه في البداية خلينا نستمع من حضرتك إلى شرح لهذه النقاط التسعة التي عرضت في هذا الفيديو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي رسول الله وآله وصحبه ومن ألاه وبعد من حكمة الله عز وجل ومن رحمته أن كل فريضة تعبدية فرضها علينا جعل لنا من جنسها نافلة نتقرب بها إليه فتزداد أجورنا ويجبر بها ربنا ما يقع في الفرائض من نقصة الصلاة عندنا صلوات خمس مفروضة لكن عندنا أنواع لا أول لها ولا آخر منها الصلوات المسنونة أو التطوعية بعضها رواتب يعني رواتب يعني النبي حدد لنا كيفيتها وميقاتها وعدد ركعاتها وبعضها صلوات مطلقة يعني مطلقة صل ما شئت وقت ما شئت الباب مفتوح وفي ذلك فليتنافس المتنافس وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه النوافل لها معاني عظيمة جدا أولها أنها جوابر للفرائض فلو وقع في الفريضة أي نقص ربنا برحمته لا يحاسبنا عليه بالعقاب وإنما يقول للملائكة أنظرها لعبد من نافلة فإذا كان له نافلة جبر بها أو أكمل بها أو أتم بها ما وقع في الفريضة من نقص أن هذه النوافل زيادة في الأجور يعطي الله عليها أجورا عظيمة فيرفع بها درجات عباد المؤمنين ثلاثة أنها طريق إلى محبة الله رب العالمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن رب العزة جل وعلا وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولا ينسألني لو أعطي أنه ولني استعاذ بي لو عيذن يبقى أعظم ما في النوافل أنها طريق إلى محبة الله لعبادي لأن الرسالة اللي ابتبعتها النوافل لأننا يا رب مش شبعان من العباد مش مكتفي بالفرائد وبالعفية وهي سقيلة علي وما بسد أخلصها وأطلع أجري لا يا رب دانا متطلع إلى المزيد دانا أعيش عمري كله وأخرج من هذه الحوانة لم أشبع بعد من عبادتك وأنا لشبعت من الصلاة ولا شبعت من الصيام ولا شبعت من تلوة القرآن ولا شبعت من الذكر هذا المعنى القلبي والذي يجعل للنوافل عند الله سبحانه وتعالى شأن عظيم لذلك إذا كان الله تعالى قد فرض علينا صيام شهر من كل عام هو شهر رمضان المعظم المبارك بارك الله لنا وللمسلمين فيه وبلغنا الله أيامه المباركة ولا يليه المباركة بالعافية والأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمسلمين في كل مكان جعل لنا هذا الشهر المبارك فريضا وشرع لنا نوافل في الصيام كثيرة جدا منها التسعة التي تفضلتم بذكرها كنوافل راتبة يعني راتبة عن النبي صلى الله عليه وسلم حددها لنا وذكر لنا في معظم الأحيان بعض فضلها لكن الباب لا ينغلق عند هذا الحد أيضا في الصيام يا إخوة احنا عندنا نوعان من السنن أو النوافل في الصوم عندنا صوم تطوع توقيفي أو راتب اللي فيه التسعة المذكورين صيام الاثنين والخميس صيام الست من شوال صيام التسع من ذي الحج صيام يوم عرف على وجه الخصوص الصيام في شهر المحرم تسعة وعشرة وحداشر من المحرم على وجه الخصوص الصيام في شهر شعبان صيام الثلاثة الأيام البيض من كل شهر صيام يوم وإفطار يوم كل هذه النوافل اسمها إيه؟ الرواتب راتبة يعني النبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا النظام بتاعه قال لنا اليوم ده مخصوص لو صمته يبقى كويس أفضل من غيره طيب هل يعني توقف انغلق الباب في الصيام عند هذا الحد أبدا كل أيام السنة فيما عدا شهر رمضان مأزون في الصيام فيها إلا خمسة أيام ينفع تصوم ما شئت من دهرك تقربا إلى الله رب العالمين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله يعني في طاعة الله يبتغي وجه الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا الحديث في صحيح المسلم لما يقول لنا النبي من صام يوما يعني إيه يوما يعني أي يوم في خمسة يام فقط تجنبها ثم صماشت الخمسة يام ده اليوم الأطحى اليوم الفطر ثلاث أيام التشريق دي الصوم فيها ممنوع ثم بعد ذلك يكره ولا يمنع إفراد الجمعة بالصيام وإفراد السبت بالصيام وإفراد الحد بالصيام إلا إذا كان ذلك أمرا وافقا عادة عندك جهة بقى أنت بصوم يوم وتفطر يوم جهة ضمن الثلاث يام البيت 13 و14 و15 من أي شهر جهة في موافق لأي عدد صيام أخرى لا يكره ترتفع الكرة طيب الأيام بقى اللي هي الرواتب إذا إنت معاك إمكانية تصوم ما شئت من عامك إلا الخمسة يمدلوه رمضان لأنه فريضه ما سوى ذلك صوم ما شئت أما الرواتب والنوافل فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من الأسبوع الاثنين والخميس وأخبرنا أنهما يومان يترفع فيهم أعمال الأسبوع والاثنين في ميزتان إضافيتان الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد فيه والثاني أن الوحي ابتدأ نزوله عليه في يوم الاثنين كما جاء في الأحديث الصحة فكان النبي يحيي هزين اليومين بالصيام يحب أن يرفع ملوه وواصال وعلمنا صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي زر وغيره أن نصوم ثلاثة أيام من كل شهر اللي بنسميها الأيام البيض لأن القمر في أبي بيبقى أبيض 13 و14 و15 من كل شهر كان يتحرها رسول الله بصومه كما في الحديث وعلمنا أنه في شهور نكثر فيها من الصيام كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصوم في شهر الله المحرم وقال أحب الصوم إلى الله بعد شهر رمضان الصوم في شهر الله المحرم وكان يكثر الصوم في شهر شعبان كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر بعد رمضان كما يصوم في شعبان في رواية كان أصومه كله في رواية كان أصومه أكثره وفي رواية كان أصومه كله إلا قليلا يعني المحصل أنه كان يكسر فيه الصيام جدا السيدة عيشة تقول كان أصوم حتى نقول لا يفطر يعني في شهر إيه شعبا وكان صلى الله عليه وسلم في شهر المحرم يصوم صام يوم عشراء اللي هو اليوم اللي نجى الله عز وجل فيه موسى من فرعون وقال نحن أولى بموسى منهم يعني من يهود المدين ثم قال لئن أحيان الله قابل لأصومن عشراء ويوما معه هسود معي أم مخالفة لليهود وأهل العلم قالوا يجوز أن يكون هذا اليوم يوما قبله أو يوما بعده ويجوز أن يصوم الثلاثة الأيام تسعة وعشر وإحداشر من شهر المحر وكذلك شرع لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم الصيام في أيام ذي الحجة التسعة من واحد لتسعة ذي الحجة وخص منها يوم عرفة لغير الحجيج بأنه صيامه يكفر سنة ماضية وسنة مستقبلة كما أن عاشوا يكفر الله بالصيام سنة ماضية وشرع لنا صلى الله عليه وسلم صيام الست من شوال بعد رمضان كما قال من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأن ما صام الدهر وفي الحديث الآخر عند النسائي وأحمد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم معنا ذلك فقال إنه شهر رمضان صيام عشر شهور مش الحسن على عشر أمثالها نعم فالصام رمضان يبقى صام كم شهر عشر شهور طيب وأتبعه بست من شوال إضرب في عشر بقى ستين يوم يعني شهرين يعني تم له صيام العام فأنت بتصوم شهر رمضان ويتكتب لك بعشر شهور صيام والستة من شوال يتكتب لك شهرين بفضل الله ورحمتي بتقفل السنة وتختمها قصومت فيها أكثر من السنة يعني خد تأجر صيام أكتر من الاثناشر شهر اللي عدوا عليك بفضل الله ورحمتي لأن ربنا بيعملنا بالفضل والإحسان مش بيعملنا بالعدل مش بيحسب لنا الحسنة بحسن لا يوضاعف الحسنة إلى عشر أمثالها إلى كام إلى سبعمائة ضعف إلى كما في الحديث الصحيح إلى أضعاف كثيرة لذلك جمهور أهل العلم إن السبعمائة ضعف مش الحد الأقصى وأن المضاعفة لا حد لها وأن الله عز وجل قد يضاعف إلى عشرة أضعاف وقد يضاعف إلى سبعمائة ضعف وقد يضاعف إلى أكثر من ذلك من الأجور التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فثم يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل الصيام على الإطلاق صوم داود عليه السلام نبي الله داود كان يصوم يوما ويفتر يوما رغم أن نبي الله داود كان ملكا وآتاء الله عز وجل ملكا وولده سليمان لم يؤتيهم أحدا قبلهما ولا أحدا بعدهما وكانت الدنيا طوع أمره سخرت له الطير والحيوان والجن فداود يقدر يأمر فيؤتى له بما شاء من الطعام بمجرد أن يأمر لكن سيدنا داود عليه الصلاة والسلام علمنا سنتين عظيمتين النبي نوه بهم ونبهنا إليهما الأولى أنه كان لا يأكل إلا من عمل يده لم يعتمد على مسألة الملكة هذه في أنه يأكل له وعايزه وكان يقدر يعمل كده فكان يعمل ويكسب بعرق جبينه يصنع كل يوم درع من الحديد وربنا سبحانه وتعالى يقول له أن يعمل سابغات وقدر في السرد وعمله آل داود شكرا وقليل من عبادي الشقور ويبيع الدرع دا ويأخذ منه فلوس يروح السوء بنفسه نبي الله داود وملك بني إسرائيل داود يشتري طعام أهله في ذلك اليوم كل يوم يعمل إحكادي فالنبي قال لنا اتعلمه دي من داود عليه السلام وقال لنا كمان اتعلمه حاجة تانية من داود سيام داود كان داود عليه السلام يصوم يوما ويفطر يوما فاللي ربنا أدره على السيام وحببه إلى السيام ووصل إلى سيام داود يعمل سيام داود يصوم يوما ويفطر يوما لكن كل هذه نفحات وبركات إذا أخذنا بها في الأسبوع يومين وفي الشهر ثلاثة يام وفي العام مناسبات كتيرة اللي قلناها دي كلها كل هذا يريد الله عز وجل به أن يجبر أي قصور ونقص يقع في سيام رمضان وأن يزيد به الأجور وأن يحبنا يريدنا أن نتقرب إليه بما يستوجب حبه سبحانه وتعالى فهذه النوافل باب عظيم من أبواب الطاعة والعبادة والوصول إلى الله رب العالمين أسأل الله أن يعينني والمستمعين أجمعين على حب النوافل وعلى الاكثار منها لتكون سببا إلى محبة الله لنا وإلى إكرام الله لنا في الدنيا والآخرة طيب هل سيام يوم الجمعة لوحده منفردا مناثب؟ لا مكروه مكروه إفراد الجمعة بالسيام لأنه عيد المسلمين خميس خميس وجمعة ما يجراش حاجة بيصوم يوم ويفطر يوم وجي الجمعة في موعد الصيام ما يجراش حاجة الجمعة وافق أي مناسبة من اللي قولنا عليهم جيهم عرفة جيهم عشوراء أو يوم تسعة أو يوم حداشرة أو أي أن كان صوم مسبب فصام الجمعة لأنه وافق عادته أو وافق سنة في الصيام ساعتها ترتفع الكراهة طيب إيه الحكمة من إفطار الحج اليوم عرفة دي؟ حتى تقوى على عمال الحج الوقوف في عرفة بيبقى في زحم شديد وفي حر شديد ومطلوب منه مناسك فلا يجمع على نفسه الصيام مع النسك لأنه ذلك يضع في الإنسان والنبي صلى الله عليه وسلم وافطريقه لفتح مكة لما اشتد بالناس الحر والتعب وكان صائما أفطر صلى الله عليه وسلم فتابعه أكثر الناس وبعضهم إلا بأى الصيام ولم يفطروا فقال صلى الله عليه وسلم عن أولئك الذين لم يفطروا رغم الضعف والسفر والمشقة قال أولئك العصاة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الحاج عن الصيام بعرفة فخلاص ما ينفعش الحق يصوم حتى يتفرغ للمناسك والمشاكل هل تنطبق أحكام الصيام في رمضان على صيام النسك سواء بسواء كل أحكام الصيام هي هي من الإمساك والإفطار المفطرات وهي المفطرات المباحات وهي المباحات المكروهات وهي المكروهات ليس هناك فرق في الأحكام إلا في مسائل محدودة جدا منها مثلا إنه لو حضرتك صايم تطوع وأردت أن تفطر تفطر ما جراش حاجة ولا يلزم عليك لقضاء ولا كفار ولا حاجة أبدا لأن الصيام دا أنت اللي فرضت على نفسك يعني اختيارا فعلى رأي جمهور الفقاء لا يترتب عليه عقوبة لكن في رمضان في قضاء وكفارة وفدية وشغلانة كبيرة تمام كمان في فرق بين صوم الفريضة وصوم النفلة إنه صوم الفريضة لابد أن تبيت فيه النية من الليل تمام وفي رمضان احنا تكلمنا على مسألة النية وقلنا إن بعض المزائب أجازة أن تكون هناك نية واحدة للرمضان كله باعتبره عبادة واحدة كما ومزى بالملكية مثلا لكن في النافلة توسع العلماء فيها وقالوا أمره النافلة يسير فمن أصبح ولم يأكل ولم يشرب ولم يعقد نية الصيام ممكن يعقد نية الصيام لحد الظهر بس المهم ما يكونش أكل ولا إيه ولا شرب فهناك بعض الفروق لكن سائر الأحكام في النافلة كما هي في الفريضة وداصية وداصية حتى بما في ذلك قبل ما تشكرني من أكل أو شرب ناسيا لأن ابن السئل فيه كتير من أكل أو شرب ناسيا في النافلة يتم صومه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى لم يقل من أكل أو شرب ناسيا في رمضان أطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبقى على إطلاقها وليس هناك الصيام للفريضة أعظم حرم من النافلة وأولى إنه يحطاط له فإذا كان النبي قال إن الأكل ناسيا لا يبطل الفريضة فمن باب أولى لا يبطل النافلة فيتم صومه على قول الجمهور وعلى ما هو الراجح من وجهة نظر والله أعلم أشكرك شكرا جزيلا دكتور حاتم الله يكلم لك بسألتك